موسيقى موسيقى السلام عليكم باقي ايام على رجوع الموسم الاخير من game of thrones فما في احسن من هذه الفرصة ان نسترجع الاحداث نتغلغل في كل موسم ونسترجع كل الاحداث القوية في مسيرة game of thrones للان. عالم game of thrones هو عالم خيالي بيتكون من عدة قارات لكن القارة اللي تهمنا هي قارة اسمها وسترس قارة وسترس ككل يحكمها ملك واحد لكن هي عبارة عن مناطق كل منطقة فيها عوائل معينة وكل منطقة لها حاكم واحد يجي من هائلة من هذه العوائل نبدأ عالم game of thrones المجنون والحياة هادئة كل حاجة مستقرة وسترس كلها موحدة تحت ملك واحد اسمه روبرت باراثين روبرت باراثين صار هو الملك على وسترس بعد ما قاد جيش الثوار اللي ثار على العيلة الملكية السابقة الترغاريان احداث المسلسل تصير بعد عشرين سنة من الثورة بعد عشرين سنة تقريبا من تولي روبرت باراثين الحكم على وسترس في هذا العالم والحياة الملكية هذه اللي بنشوفها في منصب مهم جدا في البلاطة الملكي هذا المنصب يسمى The Hand Of The King ايش يعني The Hand Of The King ببساطة هو يد الملك تقريبا هذا المنصب هو الامر الناهي عند الملك الملك طبعا ما يخش في الشؤون كلها ولا هيدخل في التفاصيل كلها عنده ناس تسوي الامور هذي كلها عشان كده عنده The Hand Of The King وهذا المنصب اللي بيسيطر على امور الدولة امور الشعب والملك نوعا ما بيرتاح يد الملك روبرت باراثين هو شخص اسمه جون ايرن لكن هذا الرجل مات فجأة وما احد عارف ليش مات ولانه The Hand Of The King مات فروبرت باراثين الان بيحاول يدور على شخص يقدر يشغل هذا المنصب وما يفكر غير في شخص واحد فقط عشان كده يتجه لشمال منطقة وسترس عشان يقابل صاحبه نيد ستارك نيد ستارك هو حاكم الشمال حاكم منطقة بنترفيلة موجودة في شمال وسترس وفي نفس الوقت هو الصديق روبرت باراثين من ايام الثورة نيد ستارك متزوج من السيدة كاتلين تالي ومخلف منها روب ستارك سانسا ستارك آريا ستارك بران ستارك وريكون ستارك وعنده ولد غير شرعي مو من كاتلين ستارك اسمه جون سنو في نفس الوقت هذه العيلة عندها ولد اخر وشاب اخر متربي من العائلة لكنه مو ستارك جي من عيلة غريجوي ويسم هذا الفتى وهذا الشاب هو ثيون ثيون عايش عند الستارك هو عبارة عن اسير في يوم من الايام عيلة غريجوي كانت بتعمل ثورة على روبرت باراثين لكن اللي يوقفهم هو نيد ستارك ويأخذ ولده من هو صغير اتربى عنده كاسير لكن صار عايش وسطهم وبينهم كأنه ولد من العيلة عيلة غريجوي الان في سلام تقريبا مع روبرت باراثين وفي سلام مع نيد ستارك ويعيشوا منعزلين نوعا ما في منطقة اسمها الـ Iron Island او الجزيرة الحديدية روبرت باراثين اتجه لوينترفيل عشان يقابل نيد ستارك واخذ معه العيلة كلها هو متزوج من عيلة لانستر الشهيرة متزوج من سيرسي لانستر روبرت باراثين يروح لوينترفيل ومعه سيرسي واخوانها اللي هما جيمي لانستر وتيريا لانستر وياخد كبان معه اولاده هو عنده ولدين وبنت جوفري وتومن ومارسيلا اثناء الزيارة طبعا روبرت باراثين بيشرح لنيت ستارك ايش اللي صار للهاند اوف دا كينغ وانه ماتوا بيعرضوا عليه هذا المنصب نيد ستارك في البداية ما يوافق لكن روبرت باراثين يلح عليه الين يوافق لكن اكتشف بعدين انه السبب الاساسي وسبب الرئيسي اللي خلى نيد ستارك انه يوافق هي رسالة جات لزوجته عن طريق اختها اللي اسمها لايزا تالي لايزا تالي ترسل رسالة لاختها وبيتقول لها انه اللي موت الهاند اوف دا كينغ هما اللانستر سمموا وقتلوه لانهم بيحاطوا على الملك وكمان ممكن يكتلوا الملك عشان يستولوا على الحكم واللي خلي هذه المعلومة مهمة جدا واللي خلي لايزا تالي مصدر موثوق انه هي زوجة الهاند اوف دا كينغ اللي مات هي زوجة جون ايرن جات ستارك في الاخير يقبل الوظيفة يقبل انه يصير دا هاند اوف دا كينغ وعشان يصير الهاند اوف دا كينغ لازم يروح مع الملك للعاصمة واللي هي كينغز لاندينغ لكن ما هيروح لحاله هياخد معاه بناتو الاثنين سانسا واريا لكن الاتفاق انه سانسا هتتزوج من جوفري ولد الملك لكن قبل الزيارة اصلا ما تبدأ بنشوف انه صار فيه احداث موجودة في شمال وينترفيل في شمال وسترس بشكل كبير جدا هنشوف هناك انه فيه جدار ثليجي او جدار جليدي كبير جدا في هذا الجدار فيه ناس معروفين بالنايت واتش هم اللي بيحرسوا وسترس من الشمال حراس الشمال او النايت واتش اللي موجودين على هذا الجدار بيحرسوا قارة وسترس بالكامل من كائنات غريبة تعيش خلف هذا الجدار هذه الكائنات الغريبة عبارة عن اسطورة شي من زمان مئات السنين ما حتشاف هذه الكائنات فتحولت زي القصص المرعبة اللي يقولوها لأولادهم الصغار لكن النايت واتش موجودين في هذا المكان مو بس عشان الكائنات الغريبة فيه شعب همجي عايش ورا هذا المكان اسمهم الوالدينغز ممكن يهجموا في اي وقت على وسترس لكن من بداية المسلسل هنشوف انه في مجموعة من النايت واتش يطلعوا ورا الجدار لكن يشوفوا جثث مرمية جثث مقطعة وفي نفس الوقت للاقي ناس يقوموا يتحركوا هم مهم احياء هم موتى لكنهم يتحركوا اسمهم في المسلسل مو بس لقوا الزومبيز هدول لقوا كمان كائنات غريبة اللي هم الوايت ووكرز فالليفن ديد والوايت ووكرز يقتلوا كل اللي موجودين من النايت واتش معادة واحد يشرد واحد يجري ويروح للجنوب يتجه لمنطقة وينترفيل لكنه هو في الطريق يلاقي جنود موجودين من منطقة وينترفيل يقابلوه يسألوه يعرف انه هو من قواده من حرس الشمال فيقتلوه على الرغم انه قال لهم كل حاجة صارت في الشمال لكن هناك فيه كود فيه شفرة معروفة وفيه قانون مقدس اول ما الشخص يصير من حرس الشمال ممنوع انه يرجع مرة ثانية حياته كلها سيقضيها في حرس الشمال كما تكلمت في البداية نيت ستارك عنده ولد غير شرعي اسمه جون سنو طبعا 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 زوجته اللي هي كاتلين مطيق هذا الولد الاسمه جون سنو وكون الولد غير شرعي معناته في يوم من الايام ما هيكون وريث شرعي للحكم يعني عمره ما هيحكم الشمال عمره ما هيحكم وونترفيل فيقرر انه ينضم للنايت ووتش ويسافر مع عمه بنجن للجدار هذا القرار طبعا يصير بعد الزيارة و اثناء الزيارة كان موجود جيمي لانستر و تيريون لانستر تيريون ياما سمع عن هذا الجدار فيقرر انه يذهب مع جون سنو عشان يشوف الجدار ويسمع الحكاوي الكثير اللي بتنقال عنه لكن جون سنو قبل ما يطلع و قبل ما يسافر و قبل ما يروح للنايت ووتش يتقابل مع ابوه يحاول يسأله يا ابوي انا من فين جيد من هي امي ايش قصتي بالضبط فنيت ستارك يطالع فيه و يقوله اوعدك المرة الجاية لانه يتقابل سأقول لك جون سنو عمه فعلا يوصل للشمال و جون سنو الان يصبح واحد من حرس الشمال واحد من النايت ووتش لكن في يوم من الايام عمه خرج في رحلة استكشافية لكنه ما رجل خرج مع مجموعة من الناس و مجموعة من النايت ووتش لكن كل يوم و الثاني في جثة من الناس هذي اللي طلعت ترجع ما عادة عمه شاهد انه هذه الجثث لما كانت ترجع ما كانت ترجع في وضع طبيعي الجثث ميتة لكن في نفس الوقت تتحرك كأنها زومبيس قد ما تكتلها قد ما تضربها ما بتموت ما عدا الفاير ما عدا النار لو جاء عليهم النار بيموتوا واحد من هذه الجثث قام فجأة او كان يكتلون قائد حق حرس الشمال جون سنو يتفاعل بسرعة و يكتل هذه الجثة باستخدام النار هنا يكافؤوا و يعطيوا واحد من السيوفة الغالية جدا المصنوع من الفلاريون ستيل فبعد هذا اللي صار قائد مجموعة الشمال و قائد النايت ووتش يقرر انه يأخذ مجموعة استطلاعية و يخرجوا وراء الجدار يشوفوا ايش اللي صاير هم هذول الوالدينجز هذول الهمج و ايش اللي بيصير من فين الجثة هذي بتجي لكن نرجع لخطوة وراء انا اديت القصة بالكامل حق جون سنو لكن خلال هذه القصة بالكامل في وينترفل بتصير احداث كثيرة جدا خلال الزيارة ولد نيت ستارك الاسمه بران يروح و يتسلق و يشوف جيمي لانستر في علاقة فاسدة في علاقة غير شرعية في علاقة شاذة مع اخته ببساطة نايم مع اخته نايم مع سيرسي مارت روبرت باراتين جيمي لانستر ما يتردده في لحظة يرمي بران من اعلى الشباك بران ما يموت لكن يدخل في غيبوبة و طالما انه دخل في غيبوبة جيمي و سيرسي يبدأوا يخافوا لانه ممكن يفضحهم في اي لحظة فيجيبوا شخص يحاول انه يقتاله لكن هذا الشخص لما جاي يقتال بران هو نايم وهو في الغيبوبة ينقض عليه ذئب و يقتله طبعا يفضح الموضوع و يشوف انه مع هذا الشخص يحاول يقتاله معه خنجر شكله غريب هذا الخنجر مصنوع من البلاريون ستيل فواحد من الناس يقول انه هذا الخنجر يرجع للانستر وقتها كان نت ستارك و روبرت باراتين و كل العيلة اتجهوا لكينغز لاندينج فكاتل بعد ما تعرف بل صار اللي ولدها تقرر ان ترجع تلحقهم و تشوف ايش اللي صار و تحذر نت ستارك من الانسترز كاتل فعلا ترجع لكينغز لاندينج لكنها تقابل مين تقابل لورد بيلتش تقابل لتل فينجر اللي اول ما يشوف السيف و اول ما يشوف الخنجر يقول له انه فعلا للانستر و فعلا لتيريان لانستر فالان التهمة كلها محطوطة على مين على تيريان الطريق وهي منتجه الشمال تقابل مين تقابل تيريان اللي كان راجع من الجدار راجع من الشمال لكينغز لاندينج فتقبض عليه اول ما تقبض عليه تتجه لأذرب مكان وهو القصر اول قلعة حق اختها في منطقة دبيل اختها اللي عايشة في هذه المنطقة هي لايزا تالي هي اللي رسلت الرسالة واللي كانت متزوجة من هاندوب دا كينغ قبل كده تيريان بالحكمة والدهاء اللي عنده دايما يستغل احد القوانين اللي موجوده في ويسترس واللي تنصر انه على اي شخص حققله بدل ما يحاكم انه ينازل في معركة اذا نزل في هذه المعركة واحد قدام واحد وفاز في هذه المعركة يطلق صراح اي شخص مهما كانت الجريمة لكن تيريان ما يقاتل بنفسه لانه تيريان قذب وما يقدر يقاتل فيخلي شخص اخر يقاتل واسمه برون برون يفوز ويطلق صراح تيريان ويتجه لكينغز لاندينج نيت ستارك هو موجود في كينغز لاندينج بيدخل في كل التفاصيل الين في يوم من الايام جاتوا معلومة جيري وراها الين ما بدأ يتأكد هذه المعلومة تنص لقاها في كتاب انه سلالة البراثين بالكامل عبارة عن ناس شعورهم سوداء ما حد فيهم اشقر ابدا فهذا الشي يخليه يشك في سلالة روبرت براثين الحالية يشك في جوفري يشك في تومن ويشك في مارسالا واللي كلهم شعورهم شقرة ببساطة يشك انه سيرسي خلفت دول الاولاد من الملك روبرت براثين وانهم جايين من علاقة غير شرعية بعيدة تماما على الملك ويتستارك على الرغم انه شخص ذكي جدا يعمل حركة غبية للغاية ويروح يواجه سيرسي قبل عندما يقول للملك يواجهها ويقول لها سيرسي الرد حقها كان بكل بساطة اعمل اللي تبغى تسويه لكن في نفس الوقت يدر تعمل مؤامرة من وراه بهذا الوقت الملك روبرت براثين كان خارج في رحلة صيد واول ما رجع من هذه الرحلة رجع مصاب ومصاب بمرض بليغ جدا اثار الجرح اللي صارت له في هذا الصيد على شفع حفرة من الموت فيقرر انه يجيب نتستارك ويقول له كل مقاليد الحكم تحت يدك الان جوفري في يوم من الايام ما يكبر ويصير هو الملك لكن نتستارك يسمع كلام الملك وما ينفذ بالحرف يعمل تغيير بسيط جدا كان من الممكن يغير قصة ويقول له بدل ما يكتب الوصية حق الملك زي ما قالها وانه جوفري هو اللي يصير الملك بعد روبرت براثين كذب انه العرش يتسلم بالوراثة بما معناها انه هذا الملك لو عنده اخوان او اي شخص استحق الوراثة حياخد الورث قبل جوفري مو بس كده يرسل رسالة لاخو روبرت براثين الاصغر اللي اسمه ستانس ويقول له انه اخوك بيموت وانت الان الاحق بالحكم لكن للأسف قبل ما يقدر يعمل كل حاجة نيت ستارك تتم الخيانة لتلفرقر يخونه والحراس كمان الملكيين يخونه عن طريق رشوة من سيرسي ينقبض عليه وجوفري الان يصير الملك بعد جوفري ما يصير ملك يسجل نيت ستارك وفي السجن يحاول يقنعوه انه انت الانتهى امرك فبدل ما تموت وعندك عيال وعندك عيلة ممكن كلها تموت اعترف انه غلطان اعترف انه كل الكلام اللي قلته غلط وانه ابدا ما في اي تشكيك في جوفري وحاقيته في العرش نيت ستارك صاغرا يوافق وهو رايح على المحاكمة كان رايح على هذا الاساس انه يقول انا غلطان ويحكم عليه بالنفي ويصير جزء من النايت ووتش لكن جوفري في اخر لحظة يقرر انه يغير الكلام بالكامل وبدل ما ينفيه لحرس الشمال وبدل ما ينفيه للنايت ووتش يؤمر عليه بالاعدام وبالقصاص كمان تصير اول صدمة تقريبا في عالم جيموف ثرونز الصدمة اللي خلتنا نعترف انه هذا المسلسل مختلف على اي مسلسل ثاني في التلفزيون الكل كان شايف انه نيت ستارك هو البطل الكل كان شايف انه هذا المسلسل عبارة عن نيت ستارك لكن اول ما نزل السيف واول ما طاحت الرقبة اكتشفنا انه هذا المسلسل اعمق بكثير من نيت ستارك واي شخصية ثانية ومن هنا تبدأ القصة الحقيقية لجيموف ثرونز من هنا تبدأ الحرب يبدأ صراع العروش او لعبة العروش جيموف ثرونز سانسا الان معتقلة عند اللامستر اريا تشرت روب يجي خبر على اللي صار في ابوه ويقرر انه يعمل حرب مع اللامستر لكن روب ما يقدر يهاجم لوحده روب ما يقدر ياخد الجيش الصغير اللي موجوده وينترفيل ويواجه جيش ملك كبير زي جيش اللامسترز فيقرر انه يكون تحالفات مع كل العيل اللي موجودة في الشمال عمل تحالفات كثير لكن واحد من هذه التحالفات كان مهم جدا لانه مع عيلة قوية جدا وهي عيلة الفري لكن عيلة الفري ما رضيت بالتحالف غير بشرط واحد فقط انه روب ستارك يتزوج واحد من بنات الفري واللي قائد هذه العيلة اسمه وولدر فري روب طبعا يوافق انه تزوج اي بنت من بنات وولدر فري والثمن هو بسيط والثمن انه ياخد جيش معه يقدر يهجوم فيه على اللانسترز من الجهة الثانية سنتعرف الان على تايوان لانستر اللي هو ابو سيرسي ابو جيمي وابو تيريين هذا الادم يناس داهية معروف انه داهية عنده سلطة عنده كاريزمة عنده شخصية قوية جدا سوان على عيلته او البلاطة الملكي بالكامل فتصير حرب بين تايوان لانستر من جهة وروب ستارك من الجهة الثانية لكن اول حرب اول معركة روب ستارك يتفوق فيها ببساطة روب ستارك يوزع الجيش على قسمين القسم الاول عبارة عن طعم يقدر يمد في كل جيش اللانستر ويجي العين عنده لكن الجيش الاكبر حق روب ستارك يقدر ان يلتف حوالين هذا الجيش ويقبض وينتصر على الجيش الاخر اللي موجود للانستر واللي كان يقوده جيمي لانستر والنتيجة كانت تكون مبس الفوس روب ستارك فاز واخد جيمي لانستر كأسير من اسر الحرب لكن بعيد عن هذه القصة بالكامل بعيد عن التحالفات بعيد عن الخيانات في منطقة بعيدة عن ويسترس لكن فيها قصة مهمة ثانية زي ما قلنا هذا العالم عبارة عن قارات القارة هذه اللي احنا فيها من اول اسمها ويسترس لكن في قارة اخرى من الجهة المقابلة لويسترس اسمها اسوس زي ما ذكرت في البداية روبرت باراثين عمل ثورة على الملك السابق من عيلة التاركارين لكن روبرت بعدما عمل الثورة وصار ملك مكتفى بهذا الشيء قتل كل التاركارين حاول انه ينهي الثلالة هذه بالكامل لكن فيه ولدين من اولاد الملك السابق قدروا انهم يهربوا خرجوا من ويسترس وراحوا على اسوس اولاد الملك السابق عبارة عن اثنين عبارة عن شاب وشابة هذا الشاب عبارة عن شاب طموح جدا مغرور جدا عنده هوس بالسلطة ممكن يعمل اي حاجة ويرجع مرة ثانية لويسترس ويصير الحاكم بدل ابوه هذا الشاب اسمه فيسارس لكن البنت وهذه الشابة عبارة عن شابة طيبة صغيرة في السن لكنها جميلة اخوها يستغل هذا الجمال عن طريق احد التجار اللي موجودين في اسوس ويبيعها هو مو يبيعها بيع فعلي ببساطة هو يزوجها لأحد العوائل المعروفين في هذه القارة من عيلة الدوثراكي يزوجها لقائد هذه العيلة اسمه كالدروغو طيب ليه باعها؟ هو مو باعها بكلمة البيع هو يزوجها وكان طمعان انه كالدروغو عنده جيش كبير جدا من الدوثراكي انه يمكن في يوم من الايام يقدر يستغل هذا الجيش ويفجن فيه على وسترس هدية الزواج كانت عبارة عن ثلاثة بيضات لتنانين الترقاريين كانوا معروفين انهم يربوا هذه التنانين البيضات هذه كانت نادرة جدا فكانت هدية قديرة هدية قيمة جدا مقابل الزفاف هذه الشابة اسمها دونيرس وبالمختصر نقول عليها داني داني كانت مخصوبة جدا على الزواج ما كانت راضية عن زواجها من كالدروغو لكن مع الوقت بدت تتقبل هذا الوضع بدت تتعلم ثقافتهم تتعلم لغتهم وشوية شوية حتى كسبة ثقة كالدروغو لكن اخوها كان قاسي جدا شغال عليها بالشتايم وبالضرب لدرجة ان في يوم من الايام كان يأخذ البيضات الخاصة فيها يبغى يبيعها وكان يهددها انه يكتلها ويكتل ولدها اللي هي حامل فيه طبعا كالدروغو ما سكت طبعا كالدروغو قتله وفي يوم من الايام تصير محاولة اغتيال على دونيرس وكالدروغو يكتشف انه محاولة الاغتيال هذه جاية من ويستروس فهو يقرر انه يهجم على ويستروس لكن للأسف كالدروغو وقبل ما يروح لويستروس يتعرض لاصابة في احد المعارك هذه الاصابة كانت بليغة كانت عبارة عن جرح فتجي احد السحرة وتعالجه لكن للأسف هذه الساحرة كان غرضها الرئيسي انها تكتل كالدروغو وتكتل كمان الطفل اللي في بطن دونيرس وفي بطن داني لما تبغى هذه الحرب تصير اصلا وعلى الرغم انه هذه الساحرة عملت سحر اسود انها ترجع كالدروغو للحياة مرة ثانية لكنه رجع جسد بلا عقل ما هو واعي باي حاجة تصير حوالينه فداني تقرر انها تكتل مرة ثانية داني بعد ما تكتل كالدروغو في مراسم العزة كان ضروري انها تحرق الجثة واقنعت الكل والجميع انها تبت انتحر وتحرق نفسها مع كالدروغو لكن اللي صار انها دخلت وسط هذا الحريك ومن حرقت طبعا لانها ترقاريا وخرجت من غير اي اصابة وكل البيضات اللي كانت معاها فقست وخرجت منها التناني ومن هنا يبدأ فصل جديد من فصول Game of Thrones الموسم الاول كان بداية الملحمة الموسم الاول كان بداية انه نفهم ايش العالم هذا بالظبط مبني على ايش مبني على دراما مبني على دموية مبني على عنف مبني على سحرة مبني على خيال واكتشفنا انه مبني من كل هذه العوامل استمتعت جدا بالموسم الاول استمتعت جدا بالجرأة الغير مسبوقة في التعامل مع الشخصيات استمتعت انه في بطل مات استمتعت انه والبطولة دائما اللي في تفوز وانه الشر ممكن يكون اقوى لو اللعب صح كل حاجة في الموسم الاول كانت رغيبة الحوارات الخطط التحالفات الخيانات القصة بشكل كامل الموسم الاول كان يليق انه يكون هو بداية هذه الملحبة كان يليق يكون هو وضع الاساس انه هو وضع القاعدة مجموعة الشخصيات اللي شفناه في الموسم الاول كانت كثيرة جدا عرفناها كلها اتعرفنا عليها كلها بدأنا نمنع الشخصيات حبة حبة خرهنا شخصيات حبينا شخصيات عملنا تحالفات وشفنا خيانات بداية مسلسل قوية عشان كده نعطي هذا الموسم من game of thrones عشرة من عشرة اتمنى اجبكم ملخص الموسم الاول اتمنى استفدتوا من ملخص الموسم الاول اتمنى انكم رجعتوا الاحداث وذكريات مهمة جدا من الموسم الاول تلخيص باقي المواسم مستمر فلو انت مشترك في القناة يليد تشترك فيها وتفعل زر التنبيهات عشان يجيك التنبيه اول ما يجي الملخص القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة